تربية الدواجن بعد الخسارة التي تكبدوها في هذه الشعبة حيث أرجع البعض منهم سبب تخليهم عن تربية الدجاج لغلاء الأعلاف التقرير لشمس الدين تامي وقع مريض يعيشه مربو الدواجن بمنطقة الدغرة بلدية زيغود يوسف بقسنطينة عجل بدخولهم في مقاطعة صريحة في تربية الدواجن إذ أن غلاء الأعلاف التي كانت الحكومة قد وعدت بإلغاء رسم القيمة المضافة عليها لم يجسد بعض ناهيك عن ارتفاع أسعار الصيصان المشاكل لتعلم قاطعة هذه بدأت عندها ثلاث أسباب السبب الأول الفلوس غالي ومريض والسبب الثاني غلاء الأعلاف مع الدولة نحت فيها على المواد الأولية مزت الأعلاف غالية الأعلاف حدتها لحرج توصلك ب600 ألف توصلك ب580 ألف يسمى معانات غير المعانات التي تخدم عليها تحايل بعض الفلاحين في تربية الدجاج كان سببا في هروب العديد من المربين عن هذه الشعبة ومنهم من دخل في دوامة البطالة أمة الضيب يزمن عندهم قانون يحكمها حتى 55 سمانة بها تولد بها يريفورمها هم يطولوا عليها خطر ما العظمة هذه الفلوس يبيها بعشر ألاف يبيعوها هنا والأم في عمرها ثمانين أسبوع تسمى العظم العظمة حتفقس في اللوس موش صالح المقاطعة هذه اللي راني عايشين فيها اليوم رهم بعد رح تكون عندها نتائج سلبية هذا الجاج اللي ما راه شي تخدم اليوم والجميع المربين اللي رهم بطالين بعد شهرين بعد 45 يوم والله حتى 50 يوم كيف رح يولي الجاج؟ كيف رح تكون الكمية على الجاج اللي في الصوق؟ بين شد ومد يعيشهم وربو دواج نتائج وخيمة قد تسببها هذه المقاطعة في تراجع نسبة إنتاج اللحوم البيضاء مما قد يؤدي إلى غلائها في السوق ترجمة نانسي قنقر